اول صوت طلع في الازاعة اول واحد قال هنا القاهرة مزيع وممثل ومنتج ومؤلف ومخرج وطيار ومهندس وكمان بيورد معدات عسكرية لجيش اتجوز خمس مرات منهم اربع فنانات انضرب برصاصة وما حصلوش حاجة لكن بعدها بخمس سنين نفس الرصاصة دي تموته وقابل ما يموت بساعات حاول الانتحار في المستشفى كل ده وماته هو عنده 39 سنة بس كل ده عشان قال هنا القاهرة الله وما لو كان قال هنا القاهرة وهنا متغمر كان عمل ايه تاني اهلا بيكم في الاكسلانس بتاع زمان احمد سالم دونجوان العصر والاوان منافس الملك فاروق وكل الاعيان في الايقاع بالنساء يعني الشقت باللغة عصركم اتولد احمد سالم في 20 فبراير 1910 فابو كبير بمحافظة الشرقية من عيلة كبيرة اوي وغنية اوي 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 حصل على البكالوريا من مدرسة الجيزة الثانوية واهله صفروا بره علشان يدرس في كورية الهندسة في جامعة اوكسفورد في انجلترا بس هو مدرسة الهندسة درس الطيران ورجع كمان من انجلترا بطيارة اشتراها وهو اللي كان طير بيها وكان لسه عنده 21 سنة بس الناس سموها احمد الطيار الملك فؤاد من شدة اعجابه بجرأته وشجعته في طيران اهداني شان من الذهب وعرض عليه سداد ثمن طيارته لكن احمد سالم رفض لانه عاوز تكون الطيارة دي بتاعته هو بس اشتغل طبعا مهندس طيران في شركة احمد عبود باشا رجل الاعمال المعروف وقتها احمد سالم اشترى عربية كان الشكمان بتاعها من الفضة العربية دي ما كانش فيه في العالم زياغي العربية واحدة بس كانت مع هتلر الزعيم الالمان الكبير ومن هنا بدأ الملك فاروق يغير منه عربية شكمانة فضة دلعرايز دلوقتي لو جابوا لها شبكة بيجابوا لها دهب صيني اشتغل احمد سالم لمدة سنة ونص بس في شركة عبود باشا قبل ما يزهق ويروح للفن ونبدأ بالازع اشتغل رئيس القسم العربي سنة 1932 لغاية ما تم افتتاح الازاعة المصرية الوطنية في 31 مايو سنة 1934 وكان اول صوت هو صوته لما قال هنا القاهرة وللغاية دلوقتي هي شعار كل برامج الازاعة المصرية واصبح يوم 31 مايو هو يوم عيد الازاعة المصرية طلب منه طالع باشا حرب الاقتصاد الكبير انه يساعده في تأسيس اكبر صرح سينمائي مصري وقتها هو استوديو مصر وكمان تأسيس شركة مصر التمثيل والسينما وبدأ استوديو مصر في الانتاج انتك فيلم وداد بطولة كوكب الشرق ام كدسون لغاية ما جات سنة 1938 جات لحمد سالم فكرة فيلم اسمه لاشين بتكلم عن طغيان الحاكم المستبد واللي اعتبروا النقاط بعد كده اول فيلم بل الفيلم الوحيد اللي يتنبأ بثورة يوليو سنة 1952 قبل ما تحصل ب14 سنة الفيلم عمل ضجة عمل قلبان في الوسط السينمائي والسياسي اتمنع طبعا من العرض شوية وحاول القصر تغيير احداث الفيلم وعمل سيناريو جديد ومشاهد جديدة لكن احمد سالم رفض شيل ده من ده يرتاح ده عنده احمد سالم عمل كده بالزبط وقدم استقالتم لستوديو مصر وفتح شركة انتاج خاصة به سماها نفارتيتي قلف وانتج واخرج ومثل كمان افلام كتيرة قوي منها المستقبل المجهول ابن عنطر الماضي المجهول احمد سالم هو اللي اكتشف كاميليا كاميليا وهي كاميليا علمها التمثيل ونجمها وعشان كده زادت غيرت الملك فاروق منه لان الملك فاروق كان بحبها بس ما كانش فيه فيس ومسنجر وواتس ايامنا ورغم كل النجاحات دي لكن احمد سالم كان يرفع شعار المرأة اولا زي كده بس هو اتجوز خمس مرات منهم اربع فنانات نبدأ العد نبدأ العد الجوازة الاولى من واحدة اسمها خيرية البكري واتجوزها بعد ما رجع من انجلترا وهي ام بنته الوحيدة نهاد لكن الخلافات بينهم كانت كتيرة وتم حل الخلافات دي والحمد لله عند المأزون اتطلقوا الجوازة التانية في نهاية التلاتينات من الفنانة امينة هانم البرودي حفيدة الشاعر الكبير محمود سامي البرودي وتبقى الاصل الجوازة الاولانية خناقات خلافات طلقات اتطلقوا اتجوز للمرة التالتة من الفنانة تحية كاريوكا واللي حبيته بجنون وكانت هي السبب الرئيسي وراء طلقه من مراته اللي قابلها امينة البرودي لكن برضو معمروش سوا واتطلقوا بعدها اتجوز سمراء النيل الفنانة مديحة يسري سنة 1946 وده بعد قصة حبة ولدت بينهم وهم مع بعض في فيلم رجل المستقبل ونيجي بقى للجوازة القشهر لأحمد سالم اتجوز اسمهان أحمد سالم حبي الفنانة اسمهان بعد زيارته لمدينة القدس وشاف هناك عن قرب ورجعوا القاهرة وتجوزوا أحمد سالم كان بغير على اسمهان جدا وفرض قيود عليها تخرج امتى تدخل امتى تقابل مين وما تقابلش مين حاجات كده من بتوع سي السيد وفي ليلة من ليالي سنة 1944 رجعت اسمهان البيت متأخر زعق لها زعقت له اتخلقوا سوا وبدل ما يرمي عليها اليمين او يتقنس او يزعل او يسيب البيت رفع عليها المثدس وهددها انه يقتلها ها اسمهان خافت على نفسها واتصل بواحدة صاحبتها عشان تلحقها صاحبتها اتصل ببوليس البوليس جاء قامت معركة عنيفة برصاص بين البوليس وبين احمد سالم انتهت برصاصة في صدر احمد سالم ونقلوا المستشفى وما ماتش ان كتاب له عمر جديد احمد سالم قال عن نفسه كنتوا الاول في كل شيء الاول في الهندسة الاول في الازاعة الاول في الطيران الاول في السوديو مصر والسينما ثم كنتوا المتهم الاول في قضية ليس ليه ذنب فيها الاضياء دي كانت قضية مشهورة اسمها قضية الخذات المقلدة وزارة الحربية في الاربعينات عملت منقصة عامة لشراء خوز خوز خاصة بالجنود ومواصفات الخوز دي كونسولب هادفيلد يعني صلب منجنيز احمد سالم دخل المناقصة ورزيت عليه واستلم شيك بقيمة عرضه وورد الخوز في المعاد المتفق عليه لكن بعد فترة اكتشفت الوزارة انها وقعت ضحية نص لان الخوز الموردة تلت في شنك مصنوعة بخامات اقل في الجودة والسعر ومواصفات الخوز هادفيلد كمان وتم الابضة على احمد سالم وفي المحكمة حاول محامي بتاعه وهيب دوس التشكيك في متانة صلب هادفيلد من اصله واي صلب يلبسه الجندي مش هيحميه طبعا من رصاصة والازى المحكمة رفضت كلام الدفاع لكن النيابة طلبت طلب صغنون اد كده طلبت الاعدام لأحمد سالم لكن المحكمة حاكمت بست شهور بس على أحمد سالم بتهمة الجيش مراته الفنانة اسمهان ادخلت بعلاقاتها السياسية فقضى أحمد سالم مدة حبسه في مستشفى القصر العيني تحت مبرر علاجه من قرحة في المعدة وماتت اسمهان وفي سنة 1949 يعني بعد رصاصة ياب خمس سنين فجأة أحمد سالم الام المصران الأعور لكن كانت فيه مشكلة في التخدير لأن الرصاصة لا تزال في صدري أصدي الرصاصة لا تزال في صدر أحمد سالم لكن للأسف أحمد سالم اتصاب بمايكروب بسبب الرصاصة اللي لسه موجودة وقابل ما يموت طلب انه يقابل الصحفي الكبير وقتها علي أمين وقال له عاوزك تعمل صبق وتنشر خبر موتي علي أمين دحك وقال له هيبقى خبر كاسب وقابل ما يموت بساعات التمرجي بتاعه دخل عليه القوضة بالصدفة بص لا أحمد سالم بيحاول أنطم الشباك بيحاول أنتحر لكن التمرجي أنقذه لكنه مات في 10 ستمبر سنة 1949 أحمد سالم كان كتلة من الحياة والحيوية والحركة لما خرج من الإزاعة الناس قالوا أنه انتهى بس هو رجع ولمع من جديد ولما خرج من السوديو مصر أجمع الناس على أنه انتهى خلاص بس كبر برضو ولمع أكتر وأكتر ولما خرج من السجن بعد قضية الخوز قال الناس لم تقوم له قائمة لكنه قوم كل الحوادث دي ونجح ولمع وسطع ولما تصاب بالرصاص في حدثة أسمهان قالت داكترة أنه مات بس هو قوم الموت ولما مات كتبت الصحف عنه مات شابا عاش يتحدى الموت ومات وهو يتحدى باعت خضار في الشارع علشان ما تمدش إيديها لحد كانت جارة نجيب الرحاني ورفضت مساعدته مسلت لمدة يوم واحد بس واختفت نهائيا وبعد 27 سنة تظهر الحقيقة ونعرف هي راحت فين أمينة أحمد عبد العال زهني اتولدت في محافظة الشرقية سنة 1860 سابت عيلتها ونزرت على القاهرة وقعدت في حي باب الشعرية الحي اللي عاش فيه الفنان نجيب الرحاني طفولته وشبابه اتجاوزت أمينة عامل بسيط وخلفت منه بنت واحدة لكن الزوج اتوفى بسبب المرض وساب بنت صغيرة لأمينة اللي رفضت أي مساعدة من جيرانها أو حتى من أصدقائها ومن بينهم نجيب الرحاني وقسرته وعلشان تصرف على بنتها قررت الستة أمينة إنها تبيع خضار في المنطقة في الشارع تكسب منها فلوس ورغم حالتها الصعبة كانت برضو بترفض وبإصرار شديد أي مساعدات نجيب الرحاني حاول يساعد الست اللي تربى معاها في نفس الشارع حاول يساعدها لكن كان طلبها الوحيد من نجيب الرحاني إنه لو حصلها حاجة يتكفل نجيب الرحاني ببنتها وبمصاريف بنتها لغاية ما هي جوزت بنتها أمينة كانت محبوبة دماء خفيف بنت نكتة كل المنطقة بتحبها لكن يعيني بنتها الوحيدة ماتت وسبت لها بنت صغيرة في رقبتها حفدتها نجيب الرحاني جات له فكر ألماظ فكرة إنه يساعد بيها أمينة زهني بنت حتته أم دم خفيف ومن غير ما يجرحها أو يحرجها سنة 1937 قرر الفنان نجيب الرحاني إنه يبدأ تصوير فيلم سلامة في خير وكان فيه دور دور حمات نجيب الرحاني الستة أم ستوتة أم لسان طويل عشان كده عرض عليها نجيب الرحاني الدور اتفجأت في الأول ضغط عليها وفقت واتفق معها نجيب الرحاني على خمسين جنيه أجر وده كان أجر جبير كان أجر الدوري التاني في الفيلم وقتها وفقت أمينة وراحت لستوديو وزي ما كتب نجيب الرحاني في مذاكراته مالت لستوديو دحك بخفة دمها وفي التصوير كانت بتبص للكاميرا كتير وده غلط فنيا وكمان بتشرب سجاير وكل ده صوروا نجيب الرحاني من غير إعادة وكانت لها جملة مشهورة بتقولها النجيب الرحاني في الفيلم لما اتقبض عليه لما كانت بتقوله أحمر لك فرخة واستنك بيها قدام السجن يا أخويا وده كان أول يوم تصوير لها وفي نهاية اليوم قدها نجيب الرحاني خمسين جنيه وقال لها نتقابل بكرة مسكت أمينة الفلوس وعيطت ما صديتش نفسها نجيب الرحاني قال لها روح انت دلوقتي لإني هخلص ستة الصبح هخلص متأخر ووصلها الباب للستوديو بنفسه ووقف لها تاكس وركبها ومشي بالتاكس وتاني يوم اللي السوديو كله كان مستني الحمة مستني مستوتة مستني أمينة زهني ما جاتش أمينة نجيب الرحاني الجنن معقول أمينة خدت الفلوس وما جاتش راح نجيب الرحاني باب الشعرية قلب عليها الدنيا البوليس نفسه دور عليها في كل مكان وما لقاش أمينة أو أي أثر لها ونفذ نجيب الرحاني وعده وتكفل برعاية حفيدة أمينة زهني وكتب نجيب الرحاني في مذكراته إنها درست طب وسفرت ألمانيا كمان ومات نجيب الرحاني قبل ما يعرف راحت فينه مستوتة اختفت فين أمينة زهني المفاجأة كانت في مذكرات المؤلف الراحل بديع خيري سنة 1964 يعني بعد 27 سنة من اختفاء أمينة زهني الشرطة وقتها أبضت على مجرم بلتاجي بلتاجي متهم بقتل بلتاجي زيه ومع التعذيب الراجل ده اعترف اعتراف خطير اعترف بجرمته لأ ومش بجرمته بس اعترف كمان إنه سنة 1937 كان بيشتغل على تاكس نجيب الرحاني الفنان المعروف وقتها وقفه من قدام للستوديو اللي كان في وسط البلد وركب معاه 6 عجوزة وفي المراية شافها السواء بتعد فلوس كتير الشيطان عماية خد الست طلع على الصحرة وقتلها هناك وساب جستها ورجع وبمرور الأيام عارف إنها الفنانة اللي طلعت في دور واحد بس في فيلم سلامة في خير دور أم ستوتة مواقع التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا محدش سلم منها مفيش حد إلا واتكوب نارها محدش قدر يفلت منها حتى اللي ماتوا من زمان واحدة ماتت قبل اختراع الفيسبوك بخمسين سنة سابت الدنيا قبل انتشار مواقع التواصل الاجتماعي بنص عرم ورغم كل ده ينزل بوست بعد ما ماتت بخمسين سنة يقلب حياتها قصدي يقلب يقلب إيه؟ سوريا فخري أشهر دادة في السلامة المصرية لو دورتم في كل أفلامها هتلاقي دورها مالوش اسم في الفيلم غير دادة ما عدا أفلام تتعدى على صوابع اليد رغم أنها مسلت مية وخمسين فيلم سينمائي اتولدت سوريا فخري في لبنان وبالتحديد في مدينة زحلة يوم 3 أغسطس سنة 1905 أبوها كان تاجر قماش يهودي لبناني سوريا كانت بتحب التمثيل وكانت بتمثل في مصرح المدرسة وكانت دايما بتقوم بدور الأم ولما خلصت الشهادة الابتدائية اشتغلت ممثلة في فرقة مصرحية لبنانية كانت بتلف لبنان وبتعرض مصرحياتها ولما بقى عندها 25 سنة قرر والدها تاجر القماش أن يصفي كل أعماله في لبنان ويهاجر على مصر وتحديدا في سكندرية ويجيب معاه كل أسرته وطبعا معهم سوريا سوريا جاد مع باباها وجابت معاها حلمها وموهبتها عشان كده اشتغلت في فرقة علي الكسار المصرحية وقدمت معاهم 32 مصرحية لكن انطلاقتها الفنية الحقيقية كانت في السينما سنة 1939 لما شاركت في فيلم العزيمة مع حسين صدقي وفاطمة روزدي من أهم أعمالها السينمائية أغلى من حياتي الشموع السوداء بين الأصرين يوم من عمري المرأة المجهولة حكاية حب ردة قلبي أغلى من عناية ممنوعة الحب صلاح الدين الأيوبي انتصار الشباب والعزيمة وكانت لها دحكة صوتها مميز جدا اتجوزت سوريا فخري 3 مرات الجوازة الأولى من محمد توفيق وده كان محاسب لكتير من الفنانين وانتهت الجوازة بالطلاق بسرعة بسرعة وبعدين اتجوزت من شاب اسمه نبيل دسوقي ودام الزواجة عشر سنين وبعدين مات الزوج الجوازة الثالثة والأخيرة لصوريا فخري كانت من واحد اسمه فؤاد فهيم واستمر جوازهم سبع سنين لغاية ما مات جزها وسب لها صروة كبيرة ولما ماتت سوريا فخري راحت كل السروة دي لوزارة الأوقاف بسبب عدم وجود وريس لسوريا فخري وماتت سوريا فخري يوم 17 ستمبر سنة 1965 يعني من 57 سنة تقريبا ورغم كده ما سلمتش سوريا فخري من قرى في الفيسبوك ومواقع التواصل بتاعتكم انتشر بوست بشكل كبير من كم شهر وما حدش يعرف مصدره كان مليامه غلطات ضد سوريا فخري وللأسف قلوات كتير على اليوتيوب هنا نقلت عن البوست ده البوست بيدعي ان والد سوريا فخري يجي لمصر من لبنان هربان هربان من ملاحقة السلطات اللبنانية هناك لانه كان بيساعد العصابات اليهودية وعشان هو يهودي البوست قال كمان انه جيه كمل نشاطه هنا في مصر وبنته سوريا ساعدته البوست تجنى على سوريا فخري وقال انها كانت بتكره مصر وكانت بتتجسس على زملائها في الوسط ووصلت البجاحة بصاحب البوست انه قال ان الستة الطيبة دي كانت بتصنع متفجرات في بيتها للعمليات الارهابية وانها ماتت بعد ما انفجر البيت بتاعها من كتر المتفجرات اللي صنعتها هي بنفسها للأسف في محاولات كتير جدا لتشويه تاريخنا الفني وتشويه فنانينا فنانينا اللي عملوا تاريخ مصر السينمائي والفني باردو تاول تاريخ أوريوار اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة